اهلا بمكرة اشرح لي وفيديو جديد وهام وعاجل جدا لجميع الموظفين واصحاب المعاشات رفع مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين والمعاشات 171 الف جنيه سواء طلعت على المعاش او لسه هتطلع على المعاش والكلام ده يا جماعة حيتنفذ ان شاء الله من مارس القادم اعرف حتقبط كام جريدة الوطن يا جماعة كشفت وكتبت اعرف حتقبط كام زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة فقد كشفت جريدة الوطن عن مصدر حكومي رفيع المستوى اعلن مفاجأة صارة للخارجين على المعاش وذلك في 2024 او خرجوا على المعاش حيث سيستفيدون من الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية وسيتم احتسابها والعمل بها بداية من شهر مارس 2024 وفقا للمادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات استادر برقم 148 لسنة 2019 فان مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بواقع اجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف ويقدر اجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الاجر الاساسي المنصوص عليه بالقانون اي ان كل سنة قضية في الخدمة يقابلها اجر شهر عن تلك السنة وان مواد القانون وضع الضوابط تربط بين قيمة نهاية مكافأة الخدمة وبين عدد سنوات العمل وهي على النحو التالي الحالة الاولى مدة الخدمة من سنة الى خمس سنوات تكون مكافأة نهاية الخدمة مجموعة مرتب 21 يوم عن كل سنة الحالة الثانية اذا كان قد تجاوز خمس سنوات في العمل ففي تلك الحالة يتم احتساب المكافأة عن الخمس سنوات الاولى من الخدمة على اساس 21 يوم لكل سنة بالاضافة الى راتب 30 يوم عمل عن كل سنة زادت عن الخمس سنوات طيب عزين نضرب مثال كده جماعة عشان نعرف الكلام ده معناته ايه على سبيل المثال نمر واحد يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 21 الف جنيه لكل من قضى في العمل خمس سنوات فقط وبعد الزيادات الجديدة قبل الخصومات المستحقة المنصوص عليها في القانون واللواقع الداخلية لكل جهة بحسب الحد الادنى للاجور بعد الزيادات الجديدة وقيمته 6000 جنيه رقم اتنين يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 51 الف جنيه لكل من قضى في الخدمة عشر سنوات قبل الخروج على المعاش رقم 3 يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 الف جنيه لكل من قضى في العمل 15 عاما وطبعا كل ده موضح قدام حضراتكو على الشاشة وعشان تتابعونا وانتو بتسمعونا النقطة رقم 4 يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 111 الف جنيه لكل من قضى في العمل 20 عاما النقطة رقم 5 يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 141 الف جنيه لمن قضى في العمل 25 عاما النقطة رقم 6 يكون الحد الادنى لمكافأة نهاية الخدمة 171 الف جنيه لكل من قضى في الخدمة 30 عاما يعني 30 سنة هياخد مكافأة نهاية خدمة 171 الف اللي هو 25 زي ما قلنا ياخد 141 الف اللي هو 20 بسي هياخد 111 الف وهكذا طيب اللي قضى 15 سنة يا جماعة احنا كل ده احنا بنراجع الكلام اللي قلناه حياخد او يستحق 60 الف جنيه من مكافأة نهاية الخدمة طيب اللي قضى 10 سنوات بسي المفروض ان هو حيستحق 51 الف جنيه في اللي هي مكافأة نهاية الخدمة طيب المال اللي قضى 5 سنوات بيستحق مكافأة نهاية خدمة 21 الف جنيه نجب نعلكم من تحت الفوق عشان نلاجع مع حضراتكم كل من قضى مدة معينة بيستحق قد ايه بالزبط وبالتفصيل وطبعا هناك زيادة لمن هو قضى او بيقضي 36 عام او اكتر طبعا بيبقى فيه اكيد حاجة طبعا مختلفة وطبعا يا جماعة الخبر زي ما نقول لكم في بداية الفيديو مصدره جريدة الوطن واحنا برضو سيبنهلكم على الشاشة علشان الجميع يتأكد ان احنا ما بنجيبش كلام وخلاص او ان احنا ما بنقولش كلام ليس له اساس او ليس له مصدر الحمد لله كل ما بنلاقي حاجة نقدر نقدمها لحضراتكم على شاشة القناة بنقدمها عشان حضراتكم تبقوا متطامنين ان احنا ما بنقولش كلام وخلاص من عندنا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة جريدة الوطن اهي قدام النوكو والمصدر بيقول اعرف حطيبت كام زيادة مكافئة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة وده الكلام اللي بيتقال ده عن مصدر حكومي رفيع المستوى فبنتمنى يا جماعة كل ما بنروح وبنلاقي خبر كويس او يعني حاجة بنستند لها المصدر برضو عشان حضراتكم تبقوا متطامنين ان الكلام بتاعنا بيبقاش يعني كلام وخلاص او يعني كلام مالوش اساس بنجيب المصدر ونقرده على حضراتكم زي ما انتم شايفين وبنحاول اي حاجة لها علاقة بمصلحة الناس سواء مرتبات سواء معاشات سواء رفع الحد الموضوع الحد الضريبي رفع حد العفاء الضريبي اي حاجة لها علاقة بالقصة دي ده بالنسبة طبعا للجزئية اللي هي بتاعة المرتبات والمعاشات والحاجة اللي فيها طبعا الناس بتبقى مستنياها عشان طبعا يعني والعزو بالله ربنا يرحمنا من موضوع الغلاء والاسعار وما شبه زالك كل مرة بنقول وبنأكد ان فعلا يا جماعة يريد تبص برضو بعين الرحمة والرعفة اكتر ما بقولش للموظفين انا بقول كمان لاصحاب المعاشات اكتر من الموظفين عشان دي ناس قضت حياتها وناس كنت بتاخد مرتبات كبيرة ونزلت بعد كده لا حول لها ولا قوة اللي لقى المعاش متدني جدا فبنناشد من خلال القناة كل مرة بتيجي فرصة بنناشد اصحاب القرار في هذا البلد اصحاب القرار في موضوع التأمينات والمعاشات ان هم يعني ينظروا بعين الرقفة والرحمة لاصحاب المعاشات لان فعلا المعاشات متدنية جدا متدنية جدا يا جماعة خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده والاسعار اللي ارتفعت بصورة جشعة وجشعة تجار في حرام طبعا الناس يعني مش عارفة تعيش اساسا فياريت ان احنا يعني نبصرهم تاني في زيادة وزيادتين وثلاث زيادات اكتر كمان من يعني من اي حد تاني اللي فعلا الناس دي فعلا تستاهل الناس دي تعبت وشئت ويعني يعني قدت او قفنت عمرها في وظائفها فما يبقاش ده نتيجة يعني حصاد السنين اللي ضاعت من عمر من عمرهم يعني يلاقوا برضو مردود كويس وربنا يكرم الجميع ونتمنى الخير للجميع بشكركم باعتذر عن الاطالة وبتمنى من حضراتكم وللسه ما شاركش في القناة الهدلوقتي ينزل على طول يشترك يدوس سبسكرايب ويدوس على اللايك والشير ويضغط زر الجرس عشان يصل كل جديد بنقدمه بنقدمه قناتنا وما تنسوش لنما عادين زي ما تذكر كل يوم ساعة 2 و ساعة 6 فيديوهين ان ما كانش اكتر وبتمنى الخير لجميع وكان معكم سيد شاكر من قناة اشرح لي اشوف